الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبري لججال وجهك ولعظيم سلطانك فلك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كثل حال ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن قلت وقولك حق وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونسأل للهداية والتوفيق لطاعته إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شديك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وأستاذنا محمدا صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع أدنهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين ثم أمنا بعه أيها الأحبة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سزيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعب له ورسوله فقد فاز فوجا عظيما وأحذركم وأحذر نفسي بالمخالفة أوامر الله وعسيانه لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وبعد فإن حديثنا اليوم عن حق العمل والعمل خلق إسلامي رفيع له مكانة ومنزلة عالية في الإسلام خاصة وأن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالضرب في الأرض والسعي على العمل فقالا هو الذي جعل لكم الأرض بلولا فانشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور فقال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كخروا وقالا يا أيها الذين آمنوا إذا نذير الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وضعوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض وبدأوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أيات كثيرة تحس على العمل منها قولوا تعالى وقل اعملوا فسعى الله عمل لكم ورسوله والمؤمنون وسثردون إلى عالم الغيب والشهادة فينقرهم بما قلتم تعملون إن الإسلام الإسلام لا يعرف هذا لا يعرف للعمل سناً معينة ستين أو سبعين بل إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعانا أن نعمل حتى قيام الساعة فقال صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فلستطاع أن لا يقوم حتى يقلسها فليقلسها هذا حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤكد على أنك تعمل لأخذي أخياءك حتى ورقامة الساعة والإسلام أيضاً يخذك على أن تتخذ مهنة لكسب ويلفة أو وسيلة لكسب معاشك منها فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن يقضوا أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصطق منه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو مانعوه واليد العليا خير من اليد السفلاء ثم إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالعمل وصار على ذلك كل صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذا عمر رضي الخطار كان إذا أعجفه شاب شاب سأل عن صنعته فإن قيل له لا صنعة له صفض من عينيه وكان إذا اكتدح أمامه شاب فسأل عن مهنته فإن كان له مهنة قال لا بأس لذلك المد وإن لم يقن فقال لا لا تنتهو وكان إذا رأى رجلا يجلس أمام بيته ساقه إلى العمل بالدرة التي في يده وقال كان يقرأ الرجل الفارق فيقول مكسبة في دماءة خير له من أن يجلس لأن الجلوس هذا يكون في معصية الله سبحانه وتعالى لذلك عندما خرج رجل أمام صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان صحابة النبي يعجبهم حال هذا الشاب فقالوا يا رسول الله أرأيته كان هذا في سبيل الله هذا الشاب الذي عنده نشاط وعنده قوة وعنده كذا وكذا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فقال لهم نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى يسعى لمن على ولده صغار فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان قد خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله وإن كان قد خرج يسعى على غير ذلك فهو في سبيل الشيطان وهذا أبو الدرداء الصحابي الزاهد كما ورد عنه في حديث كعب بن عجرة فكان مر عليه رجل وهو يزرع القوزة فقال ما هذا يا أبو الدرداء أتزرع هذه القوزة وهي لا تسعر إلا بعد كذا سنة فقال ما لي في ذلك الأمر شيئا إلا إذا أنا أخذ الأجرة وغيري سيأتر منها لذلك كان صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعملون بكبد ونشاط لماذا؟ لأنهم ترقوا على مئلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لذلك فإن العمل شرف والعمل عبادة إذا أخلص الإنسان في يته إذا كان مدرسا أو كان مزالعا أو كان ثاجرا أو كان صارعا أو كان أي مهنة من هذه المهن إذا أخلص النية فيها لله فهو في سبيل الله سبحانه وتعالى يأخذ أجر المجاهد كما قال الله سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدري من سلسيكين ونصف وسلسة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار عين ألا تحصوه فتاة عليك فاقرأوا ما تيسر من القرآن علينا أنسلكم منكم مرأة وآخرون يطرقون في الأرض يطرقون في الأرض يعملون بجد ونشاط واكتهاد وأكراص في الله سبحانه وتعالى من أجل أن يتقدم وطنانا وآخرون يطرقون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يطادلون في سبيل الله فهو هذا العامل الذي يخلص النية في عمله لله سبحانه وتعالى يصبح أجلوك المجاهد في سبيل الله إذا أخلص نية والعبادة لله من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع ولذلك قال وَقُلْ إِحْمَدْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِمُونَ وَسَتْرَدُونَ إِلَى عَالِمِ الْوَيْدِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبْيُوكُمْ بِمَا كُلْتُمْ تَعْمَلُونَ العامل له حقوق وعليه واجبات من هذه الواجبات اتقال العمل حتى ينال رب الله سبحانه وتعالى وينال محبة الله سبحانه وتعالى إذا أتقال العامل العمل كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يدقن فإذا أتقن العمل كان له الأجر الخارس من الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالحاً ولا يشرك لعبادة ربه أحداً من الواجبات أيضاً إذا أعطى معاه هذا العامل للشخص الذي يعمل عنده ألا يخلف وعده معاه إذا أدلوا خلاص بكرة أبكرة لأن مخالفة العهد أو مخالفة الوعد فيه صفة من صفات المنافق فما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا أحدث كذباً وإذا وعب أخلفاً كذلك أيضاً يشترط في العامل أن يكون أميناً قالت إحداهما يا أبا تستأجر إن أخير من استأجرت القوي الأمين يشترط فيه أن يكون أميناً فلا يغش ولا يغتع ولا يغضر لأن ذلك قلنا أنها ليست من صفات المؤمن من رشنا فليس منا فالغش في المعاملة والغش في العمل يخججك عن ملكة الإسلام والعياذ بالله بعض من وجلات العامل أن يؤدي ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه من صلاة وصياء لأن الصلاة لها وقت وإذا كان رب العمل يمنعه عن أداء الصلاة فعليه وزره ووزره من عمل بذلك القامل لأن ربنا لما يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موجوداً فقد وقت الظهر في وقت وقد وقت العصر في وقت فمن كان يعمل واعتبرته الصلاة فعلى رب العمل أن يأذن له بالصلاة هذا واجد أحد واجبات العمل بعد ذلك بعد ذلك عليه أن يعمل بجد وإخلاص لأن هذا العمل يعتبر عبادة يعتبر عبادة في غير وقت العبادة لأن العبادة لها أو قتل رب que العمل العبادة لأن يعني أن العمل العبادة في غير وقت العبادة وJack 1940 صار يعني صار نفضل الدعاء وقوة نصارف لأن ربنا سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واتقوا من فضل الله وازقوا الله كثيرا لعلكم تفعوا كان سيدنا عباك بدماء لك يقول اللهم إني قد أجبت دعواتك إذا المدير الصلاة هو من يوم الجمعة فاسس إلى ذكر الله أجبت دعواتك وأديت فرضتك تمام فانتشرت في الأرض فارزقني وأنت خير الرازقين اللهم إني قد أجبت دعواتك وأديت فرضتك وإيه كمان وألوانتشرت يعني أردت النجام عشان أعمل إيه؟ وابتعهم ألاك شعر في النهار إنما ألاك إيه؟ فانتشروا في الأرض وابتقوا من فضل الله وارزقني وأنت خير إيه؟ الرازقين إذا أنت إن شاء الله إذا أديت هذا الكلام أصبحت كما قال الله سبحانه وتعالى لي لأن الناس مضعا كانوا يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سلاطه لهم وبعدين عرفوا أن عيرا قادمت من تجاره فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من خارجه خارجهم فالله سبحانه وتعالى عاتب هؤلاء وإذا رأوا تجارة أولا وانفضوا أولا وكلهم مشخارهم فضل مع النبي صلى الله عليه وسلم إطراجوا فارتنس نجر ما قول وإذا رأوا تجارة أولاهم الفرد إليها وتركوك رائما كل ما عند الله خير من الله ومن احتجارة والله خير أرازقين عباد الله المرحة يبدأ الذنب لي ينسى الديان ليموت اعملوا ما شئتم إنه مما تعملون بصير أو كما قال اضعوا الله وأنتم موقعون بالتجاه الحمد لله رب العالمين ولا أخيرة للمتقين ولا عبادة إلا على الضرمين أشهد الله إلى فئة الرحمن الرحيم وأشهد أن سيدنا ونبينا وإستاذنا محمدا صلى الله عليه وسلم الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع أديهم وسار على نجهه إلى يوم الدين وبعد قلنا إن العمل عبادة ويتتحول العادة العادة إلى عبادة إذا أخلص فنيتك بالله سبحانه وتعالى أنت المعداد إن أنت تروح عملك فإنت بتقول يا رب إذا وأنا خيري رأي أشهد وتستعي تدري إن أنت تقول يا رب أعيد لي على هذا العمل حتى تنال الأجر يا رب أعيد سبحانه وتنال الأجر أيضا من ذلك كذلك كبركو إن أنت تستوفي يستدي الأجير حتى قبل أن يجف فإيه عارق وهكذا علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنت مكشتش تكن على الأجير تل أجر بتاعها ليه؟ لأن هيجي تنطب بها يوم القيامة قدام ربنا سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه فال ولا ينون إلا من أثر الله بقلب سليم فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم إيه؟ صغفة في بضع أحدكم يعني الإنسان الذي يأتي زوجته في الحلال ويعاشرها في الحلال ليعفها ويعفها أفسه بأذي الشارة له بذلك أجبال أحدهم يا رسول الله أيأتي أحدنا زوجته ويأخذ عليها صغفة فقال نعم أرأيت لو وضعها في حرام لو أنت محتبا كدأ 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 وضقتها وعصيت الله سبحانه وتعالى وضعت شكوتك فيها فأليس عليك وزل؟ نعم عليك وزل فإذا يتحول الأمر هذه العالة وهو أن تأتي زوجتك في الحلال تأتي زوجتك في الحلال لتأخذ الأجر في الله سبحانه وتعالى يبقى ربنا سبحانه وتعالى الآن يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم مقاسرون كل منا إذا كان عاملا أو مدرسا أو مزارعا أو تاكرا يخبص النية لله سبحانه وتعالى في العمل حتى وفي فراش زوجته إذا أخلصت كان وضع شكوتك لزوجتك بإخلاص ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ابتغاءا تعفى وتعفى نفسك فإنك ستأخذ عليها أجرا من الله سبحانه وتعالى أسأل الله رب العشر رب العشر أن ينفعنا بيسمعنا وأن يجعلنا من المزيدة يستمعون الفرر فيتبعون أحسنها اللهم اجعلنا ملاكنا ديين لا ظالين ولا مضلين وإذا أردت لعبادك فتنة فأخذنا إليك غير فاتنين ولا مفتنين اللهم أأتي نفسا زكواها وزكها أنت غير من زكاها أنت وليه ومولاها فنعم المولى ونعم نصير اللهم اجعل لنا من خير البلاد واجعلها أميرة مطمئنة إلى يوم التنام وأصبح من كان في صلاحه صلاحا مسلمين وأهل يا رب من كان في هدايته نصرا وعز المتنمكين المسلمين إن لك على ما تشاء وديك اللهم اغفر الواليين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافق واعف عنهم وأكرد نزلهم ووسع صفالهم واخذرهم من زنوبهم بالباء إلا أستاذ وطارد ورحمنا ربنا إذا صرنا إلى مصاد عليه ربنا ظنمنا نفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لا نكون لنا من خاسرين ويذكر ضري أكبر الله أعلم وتسمعون وعطم الصلاة